اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من تحية كاريوكا للقصري لما هذا ولا واحد مات مبسري اقولك الفنان الحقيقي احنا المتوسطين كان قبلنا في مجموعة وورانا جاء موجود احنا المتوسطين الفنان الحقيقي هو من يرتقي بالفن لانه يريد يرتقي بذاته بنفسه اوه هذا اهم شيء انا اقول لك احنا عبدالعزيز حدا توه كان زين احنا نسينا لولا متذكريني كان قلت له قل له كم خذي ابو عبدالله في اعمالك يقولك ما ادري اسأليني قلت كم خذيت في اعمالك والله العظيم ما ادري قسم بالله ما ادري يعطوني مظروف وخليه وينصرف وهذا كم في دينار طبعا تغير الزمن تغيرات الاقتصادية الحياة المتجتمع لا 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 مو بسانة لا احنا وجه عام وجه عام كانت المادة لا تعني لنا شيء في ناس في فنانين اكبر واقوى اللي فقد اهله في وقف على المسرح اللي ولده توفى ووقف على المسرح كثير من الامور لانه كان اكو عقيدة اكو ايمان دائما ارد على هالشغلة الايمان اهم شيء انت فيت نشلة لانه 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 لديكم بردي بس انا مستانس انا بعيد عنك عشان لا تتعاديني شو كيف كراشة تتوي اياها كيف كون اسمعوا اكو شغلة وايد مهمة اجراء افيا ما تشوف ينشر لا ما شوف ينشر شو ما اكو شغلة وايد مهمة ان الناس اختلفت الحياة كلها اختلفت بس لا يزال الانسان القدير قدير يعني لما تودين سعد الفري الله يطول في عمره إنسان رائع أكيد تودين عبد الحسين عبد الرضا إنسان رائع في ناس يمكن أنا قاعد أقول لكم على شغلة صارت الآن أنا أحمو ولا ما بأحرق السؤال ما الدوانية ما الدوانية تابون لا تابعون ناس عندنا قاعدين جاهزون هالخواني بترى شغلة حلوة الآن أنا أعمل بطريقة معينة أنا أتشذب على روحي يعني ما أقول السؤال ما يهمني أنا ش كنو أخذ ولا سألتهم ش كثير أخذ وليه الآن صالي معهم مدة وهما قاعد يسمعوني الآن ما أمر قلتهم يلا تعالوا عطوني عقد ما عارف أنا عقد والناس اللي تعرفني يعرفون أن أنا مو ما العقود العقد الوحيد اللي سويتها عقد زواج إلا أنا لازم العقد زواج ولا الباجي ما يهمني أنا تدريين شي يهمني يهمني غادة الآن تبتسوي معايا شي عمل هلقة هي مؤمنة فيني أنا مؤمن فيها this is ممتاز أيب نتيجة يواكب تطور ومجتمع دكتور دكتور أنت قاعد تحدش عن مثاليات يعني في زمين كتوكات موجودة أنت متكلم عن سماع قسوسي ولا تكلم عن الحفو دكتور أنت الآن لو تقوم بعمل مسرحي أو عمل تلفزيوني دراما هل ستعمل عقود مع الفنانين أم ستتركهم لازم شفتشلون بس أنا قاعد أقولك إحنا أيام قبل مو الحين الحين اختلر لازم تتواشى مع الوضع لأ خلنا أقول لك على شغلة في عمل من العمال بدون ذكر أسماء واحد فنانين كبار يعني شاني يقول لي يود هذا تشيك بعشر تلاف دينار من زمان عشر تلاف تر مو شوية أول نعم ما زالت مو شوية يعني أقول لك على شغلة والله العظيم يا جماعة الخير ييت شاني أقول لها شفيك أنت قال لي أرجوك قلت لي يا ولدي أنا قلت لك مرة أنه عطني فلوس قال أنا أبيك أنت لازم تصير ويانا لأنه ويانا ممثلة يابينها من مصر وهي قالت تبيك أنت لازم تصير وياها قلت والله أنا أتشرف بس عندي طلب واحد صغير إذا ممكن خلك أحي مني عشر تلاف قال لي آمر قلت تعطيني السكريبت أقرأ ماذا قال قال لي أوكي المهم رحت المسرح ولا حاطت السكريبت عند كان عندنا واحد اشتغل اسم عبدو بالمسرح خذت السكريبت يعني لا تزعلي مني يسمعني هو يعرفني عدل أغمز اللي كان بعد عشان تعرف عدل قالت السكريبت قال لي ما كو ما كو شي ما في ناس ما كو شي ما كو شي باح شان أخلي السكريبت شان أقول حق عبدو ذايا فلان أعطي يقول لي يقول لك بعبدالله شكرا تصل فيني قلت له والله الجواب عند عبدو فردت له النص زي نريح شوية ويا في دوتن لج الله ويا شكرا ونحب ذكرياتك بعدها نتابع معكم هذا دي آي تي بي ذهب هذا الحين الناس اطالعها أكيد نشوفها حين معكم شاهديننا وذكريات الفنان الغدير الدكتور سليمان عسوسي دكتور كنت تتعلق وإحنا قلت نشوف هذا المشهد على الهواء دي آي تي بي ذهب وكنت قاعد تتعلق على الهواء شو ممكن أن تقول هذه المسرحية لابد الناس تسمعها مع بعض هذه المسرحية من المسرحيات حقيقة اللي أنا عرف أنه يمكن ما يمر يومين ثلاثة إلا لازم يحطونها في بيوتهم في التلفزيونات لأنه واحدة من المسرحيات أنا أحب الطفل الطفل عندي متعة لأنه أنا دائما يقولولي أكو طفل داخل سليمال عسعوسي أقوله صح كل الناس فينا بالفعل طفل ويحب أنه ينميه ويطوره بس يظل مهما كبر بالعمر يرجع له بفترة وفترة ما علشان تلي كدكتور شلو تشوف مسرح الطفل الحين بعد سنوات طويلة مسرح الطفل شوفي مسرح الطفل من زمان الله يرحمه منصور منصور وعواطف البدر والإخوان اللي بدأوا صراحة يعني قمم عبد الرحمن العقل بخالد حبيبي أيضا إحنا دخلنا مسرح طفل هذه طبعا هي مسرحية بين الأطفال وبين الكبار فيها أسقاط سياسي اجتماعية معنا صح مرحي ولكن مسرحية اللي طالحها الطفل يستانس ويضحك ويستمتع والكبير يطالع ويستمتع ويثقف فيها أسقاطات سياسية كبيرة مسفر الدوسري عمل شغل كبير عبدالله رميثان فنان دكتور قام بتلحين الغاني شيء مو طبيعي يعني وايد حلوة يعني هو مو متحن في المسرحية بس أكو مسرحيات حتى أنت أكو عمال تمثلينها بس يعني أوكي تمرت لي أكو عمال أنت تستانسين منها لأن لها أثر أثر كبير جدا هذه المسرحية راشد حقيقة أولا جمعتني بفنانة شبيرة جدا أو فنانتين هدى وسحر هدى حسين وسحر هذولة يعني أشي أقول لكم خواتي حبايبي يعني ناس راقين جدا في فكرهم في عطائهم وهداوي أحين كبرت هداوي بس هم اسمت هداوي يعني هم أقول لك هدى حسين هداوي كان وقتها صغيرة ويا سحورة كانها زين وصغيرة فكان عندنا صراع داخل العمل وهذا اللي ولد النجاح لما أكو غلطة صغيرونتين تقول لي أكو تشدي 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 أقول لها لا انت تعال سوي تشدي تشدي سمير والغلافي تعال خلنا بنسوي هذا المشهد مشهد أكو مشهد فيها ما دي اللي هو نسوي دايما يعيدونا بالتلفزيونات اللي هو الإذاعة مالة هذا نغني أنا وياه سليم يا سليم ما دي شنو هذا مشهد رائع جميل جدا طلع قاعدة تي قاعدين هذا طلع بنين عليه سوينا قفة صار مشهد كامل بنينه زيادة أكو مشهد فيها دياية يأتيني من وراء داخل القفص دياي فحطيت إيحاح حق الجمهور إن دياية دخلت داخل اللي أنا لابسة اللبسة مع أنها ما تقلت بره بعيدة وقاعد سويت بياها حركات ومشهد تشوفينه إن شاء الله شفنا أكيد وايد حلو ما زلت يذكرونه وهذا أيضا توظيف حق السينغرافية اللي موجودة في خشبة المسر بقدر أنا رح نأخذ فاصل ورح نرجع بعد الفاصل نقولك كأنك تعطي إشارات أن الوقت الحالي مشاهدين الكرام أنهم أغلب الفنانين ما يتساءلون مع بعض ما يسوي هنا هني أفضل ولا هني أفضل نأخذ فاصل صحيح